مرحبا بكم سنشرح الخبر المنتشر في الإعلام وزيارة بابا الفاتيكان للمغرب أنوان المقال هو البابا والملك المغربي يعلنان بأن القدس هي إرث مشترك للديانات الثلاث كامن پاترموني كامن پاترموني كامن پاترموني إرثون مشترك of three religions لديانت الثلاث Pope Francis joined Maracas King Muhammad VI on Saturday in declaring Jerusalem the common patrimony of Christians Jews and Muslims on the first day of a visit to the north african country البابا فرانسيس التحق بالملك المغربي محمد VI يوم السبت Saturday معلنا بأن Jerusalem القدس هي إرث مشترك common common patrimony للمسيحيين Christians Jews اليهود والمسلمين Muslims on the first day of a visit to the north african country في اليوم الأول لزيارته لهذا البلد الأفريقي الشمال الأفريقي north african شمال أفريقي The spiritual leader of the world's 1.3 billion Catholics was invited by King Muhammad VI for the sake of inter-religious dialogue according to Moroccan authorities القائد الروحي spiritual leader الكاثوليك Catholics البالغين 1.3 billion دعاه ملك المغرب was invited by King Muhammad VI من أجل for the sake of من أجل الحوار بين الأديان inter-religious dialogue حوار بين الأديان inter-religious dialogue حسب السلطات المغربية according to Moroccan authorities In a joint statement the two leaders said Jerusalem was common patrimony of humanity and especially the followers of the three monotheistic religions during the pontiff's visit two ربعت في تصريح مشترك joint statement the two leaders القائدان قال بأن Jerusalem القدس هي إرث مشترك common patrimony للإنسانية humanity وبالخصوص لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث followers of the three monotheistic religions monotheistic توحيد during the pontiff's visit to ربعت أتناء زيارة الحبر البابة للرباط للرباط pontiff تترجم الحبر الأعظم pontiff أو الأسقف أو البابة pontiff البابة the specific multi religious character the spiritual dimension and the particular cultural identity of Jerusalem must be protected and promoted they said in the declaration released by the Vatican وقال في التصريح الذي نشره الفاتيكان released by the Vatican بأن الصفة الخاصة والمتعددة المتعددة الأديان multi religious يعني متعددة الأديان والبعد الروحي the spiritual dimension وبالخصوص الهوية الثقافية cultural identity للقدس يجب أن تحمى وأن تعزز promoted يعني يجب دعمها وتعزيزها protected جاءت من فعلة protect يحمي their statement came after U.S. President Donald Trump's landmark recognition of the disputed city as capital of Israel sparking anger across the Muslim world especially from Palestinians who see Jerusalem as the capital of their future state تصريحهما their statement جاء بعد أن قام يعني جاء بعد الاعتراف التاريخي لدونالد ترامب بالمدينة المتنزع عليها كعاصمة لإسرائيل قبل أن أقوم بشرح أي من هذا أعرف بأن الكثيرين أو عموم العرب والمسلمين يختلفون فيما جاء في هذا التقرير فأنا لست كتب هذا التقرير إنما أقوم بشرح المقالات المتواجدة في المواقع الإعلامية إذا أردت فهم اللغة الإنجليزية فما عليك إن أن تنصت وتقرأ المقالات رغم أنك لست متفقا مع ما جاء فيها فهدفنا هنا هو القراءة بحيادية ثم بعد ذلك يمكنكم التعليق على ما جاء في هذا المقال في التعليقات وإبضاء آرائكم في هذه الزيارة وفي أي شيء تختلفون معه في هذا المقال أنا عادة لا أتدخل في أي شيء أشرح بحيادية لأن الهدف هو تعليم اللغة الإنجليزية هذا هو هدف في هذه القناة لا أناقش أي مسائل دينية وأي مسائل سياسية التي قد تتير النزاع بيني وبين المشاهدين فأنا أشرح بحيادية هذا كل شيء إذن هنا تصريحهما جاء بعد أن قام دونالد ترامب بالاعتراف هنا تسميه هذه المقالة وهي من موقع فرنس 24 فرنسا 24 اعتبرته بأنه اعتراف تاريخي landmark recognition landmark recognition اعتراف تاريخي بالمدينة المتنزع عليها the disputed city مما أثار غضبا في جميع أنحاء العالم الإسلامي sparking anger sparking anger مثيرا الغضب في جميع أنحاء العالم الإسلامي especially from palestinians بالخصوص من الفلسطينيين الذين يرون في القدس عاصمة لدولتهم المستقبلية who see Jerusalem as the capital of their future state future state دولة مستقبلية فكما ترون في هذا المقال ليس محاويدا فهو يقول future state landmark recognition disputed city كلمات تعبر عن وجهة كاتب المقال ترجمة نانسي قنقر